قامت مصالح درك الوطني لولاية التيارت بتأمين شامل جميع المؤسسات التربوية خاصة على مستوى القرى وذلك قز الوقوف على توفير حماية أمنية لمئات التلميذ للمتمدرسين عبر قطر الولاية حيث شملت العملية احتكاك التلميذ بأعوان درك الوطني في صورة بعثة طمانينة في نفوس البراء العين من المدرسة الابتدائية على مستوى إحدى قرى بلدية مدروسة التفاصيل مع ديار بن دود تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة حيث سخرت القيادة كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللازمة بما فيها فرقة الأحداث للدرك الوطني بتيارت مع وضع تشكيل أمني ثابت على مستوى المؤسسات التعليمية تابعة لإقليم بلدية مدروسة والآخر متحرك في شكل دوريات على محاور الطرقات لضمان دخول مدرسي في ظروف أمنية حسنة